اشتركوا في القناة جاء ذلك بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في الدول الأعضاء ومشاركة معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون وبحث المجلس الوزاري الموضوعات المدرجة على جدول أعماله بما في ذلك متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون والمجلس الوزاري وتقارير اللجان الوزاري المتخصصة والأمان العامة بشأن القضايا المتعلقة بمسيرة التعاون الخليجي المشترك إضافة إلى مستجدات سير مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وعدد من الدول الصديقة والتكتلات الاقتصادية كما تم التشاور بين الوزراء حول الموضوعات المدرجة على جداول الاجتماعات الوزارية المشتركة المقرر عقدها مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الصديقة خلال هذا العام وتنسيق مواقف دول مجلس التعاون تجاه المؤتمرات والمنتديات الرفيعة المستوى والحوارات الاستراتيجية بين دول المجلس والدول الصديقة خلال اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك كما بحث المجلس مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة والقضايا محل الاهتمام المشترك وتنسيق مواقف دول المجلس في المحافل الدولية تجاه مختلف القضايا والتحديات ترجمة نانسي قنقر